كان زمان الناس لما تشوف خبر في الجرائد كانت تقتنع وتصدق معلومة قالت تلفزيون مصدقة في الإزاعة نفس الكلام دلوقتي الحالة غير في حد يقول لك ده كلام جرائد حد يقول لك ده فيه صفرة في حد تاني بيقول لك لا ده بيجروا وراء الترند فدلوقتي الأمور حتى بقت فيها تشويش سواء صحفيا أو إعلاميا إزاي ممكن يكون هناك مواجهة لهذه القصة وإزاي بتقدر ترسخ في عقلية المشاهد أو القارئ أو المتابع أن أنت مؤسسة محترمة بتديله المعلومات المحترمة الغير مبنية على أي نوع من أنواع التهريج اللي بيحصل على السوشال ميدي طبعا أولا زمان كان الجرائد الورقية والفضائيات الرسمية هي الأساس في إمداد المواطنين بالمعلومات هذا الأمر تغير للأسف الشديد وبيئي عندك الغالبية الرئيسية بتيجي عبر مصادر أخرى مش هي هذه المصادر يعني معروف فيه إحصائية شبه مؤكدة أنه سنة 74 كان عدد الجرائد اللي بتتوزح في مصر المطبوعة أكثر من 4 مليون نسخة النهاردة أقل من 400 ألف وربما 300 ألف رغم أنه وقتها كان عندك 30 أو 35 مليون نسمة النهاردة عندك 100 مليون بس وفي المقابل أن عدد الناس اللي بيشوفوا الأخبار وبيتعرضوا للسوشيال ميديا ولمواقع الإلكترونية زادت كتير جدا بالملايين للأمان فبالتالي السوء بتاع المواقع الإلكترونية التابعة لجرائد تقدر تحسبها لأنه فيه قوانين بتحكمه أنا في الشروق لما باجي أكتب خبر فيه رقابة قانونية علي يمكن أي حد يقاضيه أنا عايز أشكر محمد على المثال اللي ضربه الخاص بيه بيجي خبر كده يروح وغد اللوجو بتاع الشروق ويروح حطت تحته أي كلام طبعا فيه أحيانا كلام تهريج محدش يصدق له أنه كلام يموت من الضحك لكن هي الأخطر إيه أنه هو بيجيب ومرات كتيرة جدا الشروق الحمد لله عندنا شوية مصداقية فبييجي يروح وغد كلام لشيخ الأزهر مثلا ياخد منه ربع خمسة حقيقة أنه شيخ الأزهر يقول أنه إزاي تطعاموا لعبة الكرة وانتوا ما طعامتوش الناس شيخ الأزهر ما قالتش هذا الكلام بس اللي مركب الجملة عارف بيلعب على إيه بالظبط وعارف أنه لسه ما فيش لقاحات وما فيش كذا وما فيش كذا أو على المسحات اللي كانت بيزة تعمل طبعا لو أي حد فاهم عنده حد إيادنا بيدوسك لك على هذه الصورة مش هتودي لمكان لديمت فابريك أنا عشان تبقى صحيح مش هيوصلني لللينك بتاع الشروق أو الوطن أو المصري أو اليوم السابع فبالتالي المشكلة مش بس القارئ زي ما بيقول محمد إنه هو مفروض يتبين أنا اتصل بي عشرات المسؤولين بيقوله إيه اللي منزلينه ده بقوله فاندم ده مش شاء ناس يعني هو نفسه اللوجو فيك اللوجو فيك نفسه يعني لو هو عمل كليك عليه مش يوديه لحتة تانية واضطرين نعمل في الشروق ومواقع أخرى أكتر من حاجة مستمرة كل أسبوعين تنبيه للناس يا أخوانا إن فيه ناس بتتصيد وعلى فكرة ده مش حاجة بريئة كتائب إلكترونية منظمة يهمها إن يتخلى البلد طول الوقت مش مستقرة فإنت محتاج تدرب الجميع على من أول وسائل التيقن والتحقق وطبعا إحنا عندنا القاعدة المهنية الأساسية يعني عشان خبر لازم يتأكد من مصدرين على الأقل بس لو أنا قدرت أدرب الناس القراء المواطنين على إزاي يقدر يفرق حد أدنى للتفريق بين الخبر الصحة وغلط ده هيأخذ وقت لأنه للأمانة مستوى الوعي المنخفض مستوى التعليم الحقيقي المنخفض وإنت محتاج تقول للناس طول الوقت إزاي ما تصدقش أي خبر لازم تشغل عخلك وتشوق في حاجات محتاجة أنك إنت لو فكرت ببساطة مش يحصل وطبعا الإشعاعات اللي بين فيها مجلس الوزر يوم الجمعة في التقرير أسبوعي بتاع مركز معلومات هي بتلعب طول الوقت على حاجات معاشية إلحى ما عرفش الطريق ده هتفل إلحى ما فيش دواء إلحى هيبيعوا الشركة حاجات كتير ما فيش معرفش معاش للمطلقات آخر حاجة وكله بتنفي لكن هو بيلعب طول الوقت على أنه فيه ظروف اجتماعية اقتصادية تعليمية إعلامية ثقافية بتخلي درجة الوعي عند عدد من الناس ضعيفة وبالتالي تقدر تتسلل وتديها هذه المعلومات الحل بتاع ده غير رفع المستوى العام للوعي أن أنت تقدر تخلي وسائل الإعلام والحكومة والناتقين الرسميين باسم الوزرات المختلفة أنه يبقى سريع الرد على يفعل شغل أكتر من كده لما أنا هقول النهاردة إشعة لما يطلع بعد خمس دقايق أو بعد نص ساعة حد يرد فلما الناس هتقرى هتقرى الاثنين مع بعض مش هسيب يعني للأسف برضو دائما بنقول أنه فيه حرب إشعاعات منظمة وقوية وعاتية من حاجات الحكومة أحيانا بتخطي لأنها بتترك بعض الإشعاعات أو أنصف الحقائق لفترة حتى تتحول وما استمشنا كمان البين الأسبوعي بتاع مركز المعلومات غير الإزماء أنا في حاجات مينفعش أن أنا أطلع فيه مشروع مثلا فيه جدل حواليه والناس عمالتولها يعملوا ولا مش يعملوا وما أطلع الحكومة تقول لها ما فيش أو فيه عشان ما تديش فرصة للآخرين أن هم يستثمروا هذا الأمر طيب